في زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة ما هي أهميتها للبلدين وما إمكانية تحول تلك المباحثات إلى نتائج على الأرض تفضل لك الكلمة أهلا وسهلا بك سيدي أرحب فيك وبشاهدي القناة الشرقية وبالشعب العربي الرشيد 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 قناة الرشيد بداية سيدي الكريم بالنسبة لهذه الزيارة لا يقضى عليكم طبعا أن هذه الزيارة تأتي استكمال الجهود والعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالشقيق العراق ويعني بلا شك أن ما أطرح به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يعني اختصر هذا الحب الكبير الذي يكنه الشعب الإماراتي قيادة وشعبا للعراق العظيم حين قال العراق ليس كباقية البلدان هو فجر الحضارة البشرية في البلد كان العراق ثم كان في الحضارة وأيضا لا يقفى عليك أخي الكريم أن هناك ترحيم رسلي وشعبي كبير هنا في دولة الإمارات في زيارة دولة رئيس مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق وأيضا شعب الإماراتي لا ينسى ما قدمه العراق يعني دولة وشعبا وإشهامه الكبير في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة وهو مؤكد عليه صاحب اسمه الشيخ محمد بن زايد حينما وصف العراق بقوله عراقنا الغالي يعني لم ينفقوا بقط بالعراق بل قال عراقنا الغالي على قلوبنا طبعا الشعب العراقي الكريم ساهم في بناء دولة الإمارات وهذا طبعا لا ينساهو أي إماراتي ونحن يعني يملأنا الطموح وتفاؤل كبير جدا لأن هذه الزيارة سيعقبها الكثير من التطورات والدعم العلاقات في كافة المجالات نعم سيد مرزوقي دولة الإمارات نعم دولة الإمارات سيد مرزوقي الأمتغب عن المشهد السياسي وكذلك العلاقات التنائية بين البلدين بين العراق والإمارات الحكومات السابقة للأسف في العراق فشلت في إحداث تقارب مع الدول العربية بشكل أجمع وهو ما يسعى إليه الكاظمي الآن إلى تغييره ما قدرته السيد الكاظمي على إعادة العلاقات لسابق عهدها مع دول الخليج وكذلك دولة الإمارات في ظل هذه الظروف الحالية في المنطقة يعني بلا شك الظروف التي تحيط المنطقة تمثل تحدي كبير جدا سواء للعراق أو لغيره من الدول ولكن هناك إصرار وعمل كبير جدا يلمسوه الجميع هنا سواء في دولة الإمارات أو على مستوى دول الخليج الأخرى في جدية وإصرار دولة رئيس الوزراء العراقي على الدفع بهذه العلاقات المزيد من الأفواق يعني اليوم نحن مثلا شاهدنا الإعلان عن عودة رحلات خطوط الجوية العراقية مجددا إلى أبو ظبي قبل ذلك أيضا كانت هناك زيارة لرئيس وزراء العراقي إلى السعودية وهناك أيضا مضاحثات تجري مع جمهورية مصر العربية والأردن ضمن التحالف أو تعاون ثلاثي بين هذه البلدان وهناك أيضا علاقات كبيرة جدا ولكن الأهم من ذلك أن الشعب العراقي الشقيق تربطه علاقات قوية جدا وعلاقات اجتماعية وأسرية بالعديد من الدول العربية ولا يمكن في أي حال من أحوال أن يتم سجهل هذه العلاقات وهذه الأواصر القربة وأواصر الأقوة بين الشعب العراقي وشعوبه العراقي ما الذي يعيق سيد مرزيقي ما الذي يعيق إيجاد تكامل بين العراق ودول المنطقة ولا سيما هذا الحضن العربي على المستوى الاقتصادي أنا لا أعتقد أن هناك ما يعيق بكثر ما هي يعني هناك تحديات وهذه التحديات يعني هناك جدية في التغلب على هذه التحديات عندما ننظر اليوم إلى علاقة العراق بالشقاه العرب نجدها ربما تكون أفضل من علاقات دول أخرى عربية أيضا بشعوبها العراق اليوم قريب منا جغرافيا وقريب على قلوبنا ولذلك يعني الجميع يرى أن هذه الرؤية وهذا الأسرار وهذا التفاؤل الكبير الذي يحيط بمتخذ القرار السياسي سواء في العراق أو في دول القليل يلمس أن هناك جدية كاملة ونحن على يعني تفاؤل كبير جدا بأن هذه العلاقات ستمضي ولكن بلا شك أن هذه الفائدة أو الأثار الإجابية لهذا التقارب فيلمس الشعب العراقي قبل غيره من القادة السياسية وبالتالي متى ما لمسى الشعب العراقي الأثار الإجابية لهذا التقارب سيكون هناك دفع للمزيد من التقارب والمزيد من التعاون ونحن نؤكد يعني أن العلاقة مع العراق الشقيق أو مع شعب العراق لم تنقطع في يوم الأيام ولم تتأثر بكافة التحولات سواء السياسية أو الأزمات التي مرت بها المنطقة نعم حدثنا الصحفي والإماراتي حسن المرزقي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك لانضمامك معنا في حصادي هذه الليلة عبر الرشيد شكرا جزيلا لكم مرة أخرى شكرا جزيلا لكم